السلام عليكم في شهر فبراير في اليوم العالمي لمكافحة التنمر والتنمر هو ظاهرة تنتشر بكثرة في المدارس في كثير من المدارس توجد ظاهرة التنمر لكن الإشكالية أن عندنا في الوطن العربي في معظم الوطن العربي لا توجد الكثير من الأبحاث العلمية التي تحاولنا ترصد هذه الظاهرة تحاول أنها تجد حلول لها تحاول أنها تقدم تدخلات يعني تساعد الطلاب وتتسقف أولئة الأمور تساعد أيضا المجتمع بشكل عام عن التنمر فالنهاردة إن شاء الله في عجالة أختصر لكم ما هو التنمر أي أشكاله من الأطفال العرضة أكثر للتنمر دور الولي الأمر إيه دور المدرسة إيه دور الأخصاء إيه دور نحن كمجتمع إيه إن شاء الله تكونوا تستفيد طبعا التنمر هو تعريفه تعريف البسيط السهل جدا هي عبارة عن اعتداء لفظي أو جسدي من قبل طفل على طفل آخر طفل اللي بيصدر منه هذا الاعتداء أو طبعا بيكون هو المتنمر والطفل اللي بيتعرض لهذا الاعتداء اللفظي أو الجسدي بيهو المتنمر عليه طبعا هذه الظاهرة تنتشر بكثرة جدا في كثير من المدارس كما قلت ومهم جدا التوعية التوعية بتشتمل على نحن نتعرف على هذه الظاهرة نعرف مكوناتها إيه أشكالها إيه من الأفراد الأكثر عرضة فالجزء الثاني هو المكونات الأسئلة للتنمر في عندنا المتنمر اللي هو الطفل اللي بيصدر منه القول أو الفعل سواء كان اعتداء لفظي أو احتجازات جسدي على الطفل آخر والمتنمر عليه اللي هو الطفل الثاني طيب الضعف شخصية شخصيته بتضعف بتقل جدا ثقته بنفسه في غالب الأحيان بيتكون لديه شخصية خجول جدا خايف متردد منهزم لأنه بيتعرض للتنمر باستمرار وعادة الأطفال لما من ثقفهمش عن الشيء قد يقعوا ضحية فيه المهم جدا أنه أنا لازم أعلم ابني أن لو تعرض للتنمر لازم يتكلم ويبلغ يبلغني أناك أو الأمر ويبلغ الإقدارة أو المدرسة أو الأخصائي المهم أنه لازم يتحدث تمام يبايزا إحنا تحدثنا عن طب إيه أشكال التنمر أشكال التنمر في التنمر اللفظي اللي هو شائع جدا تمام عن طريق الكلام اللفظ الإيماءات الإشارات شيء زي كده والتنمر الجسدي اللي هو ده يكون يعني مستوى آخر مثلا طلب يضرب طلب تاني أو كذا طب من هما الأطفال اللي أكثر عرضة للتنمر عادة بيكون الأطفال اللي فيه فروق بينهم وبين أقرانهم سواء من ناحية الجسم يعني هو طفل صغير شوية يعني مثلا صغير شوية حجمه صغير قصير شوية أو مثلا ولد اللي مثلا يكون متين شوية كده هذولو بيكون عندهم العرضة أكثر لي أنه هو يتعرض للتنمر زي كنتك والأمر أيضا لازم تكون عارف هل فيه احتمالية أنه بنيتعرض للتنمر لو فيه احتمالية بنا لازم أثقفه جيدا وأتابع معاه وأعرف منه أشجعه أن يتكلم عشان إذا حد يكلمه قاله كلمة بالصف أو حد علق عليه وخاصة كمان لو مثلا الطالب فيه مثلا فروق فردية في مهارات الأكاديمية في المهارات التعليمية عنده مشاكل في اللغة عنده مثلا شوية صعوبات إدراكية قد يعلق على سلوك ويقرأ حد يقول له فهذه الأشياء كلها برضو قد تكون سبب فيه التنمر زيك مهم جدا وليه الأمر يكون عنده وعي أنه هل فيه احتمالية أن ابنيتعرض للتنمر يبا إذا هنا لازم أنه أبدأ أثقف ابني كويس جدا عن هذا الأمر يبا تكلمنا عن أشكال التنمر مخاطر التنمر على أطفال من الأطفال الأكثر عرضة للتنمر الجزء الآخر هو إيه دور المدرسة دور المدرسة يحصر فيه نمرة واحد اللي هي برامج التوعية توعية للأطفال كان أحد أصدقائي جل أنه عندهم في قطر بيعملوا عملوا ستين فاعلية في سبوع واحد فقط ليعرفوا الأطفال إيه هو التنمر عن طريق لوحات رشادية رول بلاي كانوا كمان عملوا فكرة أن إذا طفل إذا شفت واحد بيتنمر إيه اللي ممكن تعمله في هذه الحالة إذا شفت مثلا أن في واحد جاعد يسيبه واحد تمام أو مثلا إيه اللي مفروض تعمله هل أنتكف تتفرج وتضحك ولا تروح تبلغ لخصائية وتقول لها أنه شفت واحد بيسيبه واحد أو شفت فلان طب ليه لأن أحيانا الطفل المتنمر عليه بيصب الخجل والخوف لأنه بيتعرض لتخويف من الطرف الآخر له أقوى منه حجمه وأجدد منه فبيخاف ما يتكلمش تجدل تروح البيت تروح المرسة مش عايزة تروح المرسة خايف متردد خجول فلازم مهم جدا إن إحنا لازم نوعي الأطفال طبعا إذا ندور المرسة هو التوعية الرصد مهم جدا يعني لازم يكون في رصد لهذه الزهرة في المدارس توعية للأطفال نفسهم عمل أو حد إرشادية في المدارس عن التنمر الألفاظ طبو أنت كطفل المفروض تعمل ليه ولو حد تنمر عليك تعمل ليه تبلغ والدك تبلغ الأخصائية تكلم المدير بيزن ده دي برامج تدخل داخل المرسة أنت كمعلم كذلك في مدرستك حاول أن أنت تتكلم على هذه الظاهرة تحاول أنت تشجع الأخصائيين أنهم يعملوا دورات عن التنمر وإزاي أن كافح التنمر داخل المدارس وإزاي نحن نوعي الأطفال نفسهم إزاي أنهم إذا تعرضوا للتنمر يتكلموا كوالي أمر مهم جدا تتبع ابنك إذا حسيت أن الولد عنده تجاه سلبي تجاه المدرسة لازم تعرف إيه الأسباب إيه الدوافع إيه الأشياء اللي خلته عنده هذا التجاه السلبي تجاه المدرسة هل بيتعرض للتنمر لازم أن أنا أشجع أن يتكلم أنت عملتين النهار ده في المدرسة عشانه سويت عملتي سويت إيه شفت مين إيه اللي حصل مهم جدا لأن زي ما قلت أن التنمر بيكون لأثر سلبيا جدا على الطفل وبتأثر على شخصيته على ثقته في نفسه على قدرته على التعبير عن ذاته على تعامله في حل المشكلات تجاه ديمة خجول منعزل خايف قلق كل ده بسبب التنمر فده كان يعني طلالة سريعة كده عن التنمر أتمنى إن شاء الله تكونوا استفدتم منها وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر